أهم تمن عشان دايما تحقق الرضا وتعيش في حالة من السلام مع أقدارك لأن ما فيش حد فينا متدخل في أقداره إحنا عبوديتنا لله حسن التعامل مع الأقدار في المنع والعطاء عند العطاء عبوديت الشكر وعند المنع عبوديتي الصبر والرضا فأنا علشان أعرف أدفع التمن ده وبأراضي عن الله ومن راضي فلاه الرضا محتاج أنا مسؤول أبني علاقة الثقة مع الله دي مسؤوليتنا إحنا يا جماعة وده التمن الأهم في رحلة تحقيق الرضا إنت رايح تعمل عملية عند دكتور إنت المسؤول عن السؤال عن الدكتور ده الدكتور ده ليه إنجازات وعنده مرضى تعالجه عنده قبل كده واخد شهادات مشكلتي أو إنجازي إن أنا سألت أو ما سألتش لو سألت عن الدكتور والطمنتله وشفت السي في بتاعه وسألت عنه لما رحها بقى متطمن يقول لي هنعمل عملية أقول له حاضر يقول لي خد الدوة ده أقول له حاضر لكن لو ما سألتش ورايح مرعوب وكل كلمة الدكتور يقولها قعد أشكك فيها وحسسه إنه هو مش موضع ثقتي أوي مشكلة عندي أنا علشان كده رحلة الثقة مع الله دي مسؤوليتنا الله عمل معانا ما يفتح قلوبنا لليقين إنه هو ولي أمرنا سؤال إنت مين ولي أمرك مش أنت كل يوم لما بتصلي صلاة الوتر بتقول اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت لو أنت في بلد معينة وما تعرفش فيها أي حاجة وقام رئيس البلد بعتلك سواء من أهل البلد علشان يسوق بيك يوديك في الحتة اللي أنت عايزها أنت قاعد جنبه قال لك بص هنخش شمال عشان الحتة دي زحم أنت بتقول له حاضر عناية الاتنين لأن أنت عندك جهل بالمكان ده إحنا كبني أدمين ما نعرفش لحظة عن المستقبل بل نجهل أنفسنا وما ينفعنا وما يضرنا مين بقى اللي بيتولى شؤون حياتنا الله سبحانه وتعالى علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب اللي صار في رحلة الثقة في الله حتى تربع على عرش الوافقين يقول ما أبالي على أي أمر أصبحت أعلى ما أحب أم ما أكره فإني لا أدري أين الخير في ما أحب أم في ما أكره مش الواحد الأحد هو اللي بيدبر حالي خلاص حصل ما أحب يبقى ده الخير حصل ما أكره ما هو الوكيل اللي تدخل بعلمه وعمل اللي خلاف ما أتمنى لأنه يرى من ده الخير دي رحلة ثقة متحققة وده التمن اللي المفهول ندفعه وده مسئولية كل واحد فينا ويساعدك على كده كثرة ترديد العبارات اللي فيها يقين في الله سيد عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته كان يكثر من أن يقول ما يقضي الله من أمر يكون اللي عايزه هيحصل وكان يكثر من الدعاء صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك نفسا مطمئن ساكنة لاختياراتك نفسا مطمئن تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك نفس في منتهى السكون والثقة لكل أفعالك يا رب فما يقضي الله من أمر يكون دي أتمان مسئوليتنا إن احنا نحققها حتى نحصل على النفس الساكنة الراضية عن الله وفي الآخر نفسك بنئدين ربنا سبحانه وتعالى واللي انت عايزه من ربنا اطلبه منه وبمدده العالي وقدرته يعطيك فوق ما تتمنى ترجمة نانسي قنقر